اهلا بكم من جديد اكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اسهمت في احداث نقلة نوعية في جميع القطاعات وبالاخص الاقتصادية منها وجاء ذلك في مداخلة لمعاليه خلال اجتماع وزراء المالية والمحافظين لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وافغانستان وبحضور رئيسة صندوق النقد الدولي في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واكد الوزير ان المملكة استطاعت ان تتبوأ مركزا رياديا في القطاع التكنولوجي من خلال تسخير قدراتها وامكانياتها في عدد من المشاريع المهمة التي تتمثل في مجال التكنولوجيا المالية في انتك وتحديث البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس 5G الى جانب الحوسبة السحابية من خلال توفير ونشر البنية التحتية لتلك الخدمات وتعديل النظام التشريعي الخاص بالانظمة المصرفية اكد معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة على اهمية تنظيم الملتقيات والمنتديات التي تعمل على توجيه رواد الاعمال نحو تعزيز مبادئ الاستدامة في مؤسساتهم من خلال وضع السياسات وتطبيق افضل الممارسات التي تسهم في ذلك وجاء ذلك خلال رعاية معاليه الملتقى الذي نظمته محافظة العاصمة بشراكة استراتيجية مع صندوق العمل تمكين تحت عنوان نحو استدامة ريادة الاعمال كأحدى مبادرات اسبوع المنامة لريادة الاعمال وذلك بمشاركة اكثر من 200 شاب ورائد اعمال ومهتمين بهذا المجال وانطلق الملتقى بورشة تحت عنوان ما تعلمته من تأسيس اكثر من 40 شركة ناشئة بعدها اقيمت جلسة حوارية بعنوان رحلة تنظيم المشاريع وتواصلت فعاليات الملتقى بجلسة حوارية تحت عنوان عوامل النجاح واستكملت فعاليات الملتقى بجلسة حوارية حملت عنوان بداء مدن اكثر ارتباطا وشمولية واختتم الملتقى بجلسة تحت عنوان ثورة الاعمال والتحول الرقمي لا شك ان المحافظة العاصمة دائما تركيزها هي الريادة من خلال الريادة ينمو الاقتصاد ونخلق الشاب بالطموح اللي يحقق احلام ان شاء الله ونساعد على تحقيق هذه الاحلام من خلال حضور هذا المنتدى واطلاع على التجارب الاخرين وايضا ان كيف يتعدى هالعقابات ولو مثل ما يقولون نحن يقف مرة ثانية ويستمر في النجاح اصدرت هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية تقرير النتائج الاولية للحسابات القومية للربع الرابع من عام 2018 واشارت التقديرات الاولية الى تسجيل الاقتصاد نموا حقيقيا بواقع 4.6% و6.5% بالاسعار الجارية قياسا بالفترة ذاتها من السنة السابقة مدعوما بالتوسع في قطاع الاعمال الانشائية ولم يقتصر اثر اداء قطاع الاعمال الانشائية المتزايد على القطاع نفسه بحس بل امتد تأثيره على جوانب اقتصادية غير نفطية اخرى مثل العقارات والمشروعات المالية والتجارة حيث سجل القطاع غير النفطي نموا حقيقيا بواقع 3.2% بينما اوضحت النتائج الاولية ارتفاعا ملحوظا في كميات النفط المنتجة اذ بلغ نمو القطاع النفطي 11.3% بالاسعار الحقيقية مقارنة بالفصل ذاته من العام السابق والان نترككم مع اسعار صرف الدينار البحراني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة اغلاقات البورصة لنهاية التعاقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين حيث انخفض مؤشر البحرين العام بنسبة 0.26% مقفلا عند مستوى 1441 نقطة وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية والخدمات والفنادق والسياحة وقد بلغت كمية الاسهم المتداولة مليون وثمانمائة وواحد وثلاثين الف سهم بقيمة اجمالية تجاوزت 799 الف دينار تم تنفيذها من خلال 85 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على اسهم قطاع البنوك التجارية اما بالنسبة الى اغلاقات باقي البرصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي اغلقت عند مستوى 9088 نقطة كما هو موضح على الشاشة بارتفاعا بلغت نسبة 0.36% وبالنسبة لسوق ابو ظبي للأوراق المالية فقد اغلقت عند مستوى 5222 نقطة بارتفاعا بلغت نسبة 0.93% اما سوق مسقط للأوراق المالية فقد اغلقت عند مستوى 4011 نقطة بارتفاعا تجاوزا نصف نقطة مئوية قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية المهندس خالد الفالح ان المملكة تطمح لان يصبح ميناء الملك عبدالله على البحر الاحمر هو الاكبر في الشرق الاوسط واعرب الفالح بتصريحات للصحفيين خلال زيارته لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن ثقته بتحقيق هذا الهدف بسبب مجموعة من العوامل التي يتمتع بها الميناء من اهمها موقعه الاستراتيجي ووصف الفالح الميناء بانه ثاني اكبر ميناء بالسعودية ويأملون بعد التوسع فيه وافتتاحه رسميا ان يزيد من حجم عملياته في ظل وجوده على ساحل البحر الاحمر مقابل قارة افريقيا النامية التي يمر فيها 13% من حركة الملاحة العالمية من امامه قال وزير المالية المصري محمد معيط ان قناة السويس تساهم بنحو 4 مليارات دولار في موازنة الدولة الخاصة ب2018-2019 واضح معيط من العاصمة الامريكية واشنطن ان قناة السويس سجلت عوائد في بداية العام الجاري بزيادة بنسبة 3.6% مقارنة بعائداتها في الفترة نفسها من العام الماضي من جهة اخرى اوضح معيط انه يجري انشاء 13 مدينة جديدة حاليا بخلاف العاصمة الادارية الجديدة في مصر وتمثل العاصمة الادارية الجديدة خطة طموحة لانشاء مدينة على بعد 45 كيلو متر شرقية القاهرة النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل شركة فيسبوك تنفق ملايين الدولارات لتوفير الحماية اللازمة لمؤسسها مارك زوكربرغ في العام 2018 اعلن البنك الدولي تخصيص 25 مليار دولار للاستثمار في مبادرة التحول الرقمي في افريقيا على مدار السنوات العشر المقبلة وفاد بيان لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية ان البنك الدولي خصص ايضا 57 مليار دولار اخرى لمشروعات البنية الاساسية بالقارة على مدار السنوات الثلاث المقبلة وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ان مصر هي اول دولة في الشرق الاوسط وافريقيا لديها استراتيجية للتحول الرقمي والتجارة الالكترونية والتي تعد من المكونات الرئيسية لاستراتيجية الدولة للتنمية ادى سباق شبكات الجيل الخامس 5G العالمي الى ارتفاع قوي في اسهم شركات التكنولوجيا والاتصالات الصينية خلال الاشهر الستة الماضية واعلن مشغلو الشبكات الصينية في مارس الماضي انهم سينفقون اكثر من 30 مليار يوان هذا العام على تطوير شبكات الجيل الخامس 5G وان انفاقهم سيصل الى الذروة خلال العامين او الثلاثة اعوام المقبلة ليتجاوز بكثير الانفاق على شبكات الجيل الرابع 4G والبالغ نحو 800 مليار يوان وفقا للمحللين والان نترككم مع ابرز مؤشرات الاسواق العالمية واسعار النفط والمعادن الرئيسية اشتركوا في القناة 2018 وهو رقم يفوق ضعف ما انفق عليه في السابق وبحسب تقارير فان النفقات الامنية التي انفقتها فيسبوك عام 2018 لحماية مؤسسها مارك زوكربرغ واسرته بلغت 22.6 مليون دولار كما ذكر موقع سكاي نيوز واشارت تقارير ان 20 مليون دولار من هذه الاموال ذهبت لتوفير الامن لزوكربرغ الذي يحصل على راتب سنوي مقداره دولار واحد فقط